التحويل إلى هذه الجمعية كيف نحول هذه المبالغ وما فضل الصدقة يا أبو سلمان الله يتزاكم خير أول شيء أقول الله الله أن تروا من أنفسكم لله خير يا سلام وأن تزكوا زكاة مالكم بالصدقة وبفعل الخير نشكر دولتنا الغالية الله يحفظها أنها أتاحت الفرصة للجمعيات وأتاحت الناس أنهم يتبرعوا لها الجمعيات وهي تحت مظلة رسمية وهذا فضل من الله عز وجل تشكر على الدولة يحفظ بلادنا وحكامنا يا رب العالمين أما الجمعية حساباتها موجودة الآن على الشاشة حساب البنك على طول تدخل على الجمعية أو الواتساب الموجود ترسلونه يعطيكم الرابط تدخل على طول سهل عن طريق مباشر من أي فرع أو من أي بنك وتبرع الجمعية بما تيسر لك في مجال في الوقت الشيخ قصة بسيطة أنا والله سمعت وتأثرت منها جدا 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 والقصص كثيرة يا جمعة الخير لحنا نتعامل مع رب كريم رب سبحانه وتعالى إذا أعطى أرضى إذا أعطاك الله أرضاك ويعطيك فوق ما يرضيك سبحانه وتعالى لكن أخلص النية ووجع النية كلها هذا الرجال يقول منها العرية وخوية منها العرار تجمعوا في الجامعة يعني طلا في الجامعة تخرجوا من الجامعة يقول كان خوية رعي نعرية دائما تكلمنا والدته وتسلم علينا وتشوفنا وتشوف أخبارنا يعني كأنها والدتي يقول رحت العرعر هنا نعرية وتفرقنا بيننا بس الاتصال بالجوال جاني خبر أن الخوية لي في نعرية توفيت والدته وأنا لازم أروح أقوم بالعزة خوية رفيزي يقول ما معي ولا ريال أنا متخرج الآن من الجامعة ما بعد أن تيسر لي وظيفة تتعبون الولد الكبر خصف الجامعة بعد الجامعة يستحكي شوي يطلب أمه يطلب أبوه يطلقوه الكبير راح وقته هذا وقته متوسط وقته ثانوية طلبه الحين يستعي على وجهه يعني يصير عنده نوع من الحياة يقول أمهم دورت من هنا دورت في مخابي ثياب القديمي دروجي خرد مني جبت لي 140 ريال قلت 140 تتوديني انعرية وترجعني بنزيم سيارتي لكن الكلب يرزقني الله يقول واطلع من العرعر ثالث يوم من العزة يعني الأمه هاي يومه متوفية يقول مرة هكالمحطة وصليت فيها صلاة الظهر والعصر دخلت البقالة ثم طلعت بركب سيارتي يبيها هك الحرمة ما حول يدها بين عليهم حالة الفقر حالة ومحالة مؤسفة جدا منظرهم بين فقالت يا ولدي لا تخلين لا لا ما معي شي لا معيها 140 ريال ما شو تسوي لي يقول استحيت اني اردها ورديت يدي للمخباي بطلع لي خمس ريال ولا عشر ريال يقول لهم طلعتها للمية ريال اللي في يدي طلعتها كبر عملها موجودة في جيبي فيقول استحيت من الله اني اردها فقلت يا ربي اني يعطيها والعوض منك يا ربي ما قدرت شوف لما استحى من الله استحى الله منه وعوضه يقول فعطيتها المية ريال باقي معها لربعين ريال واروح للنعرية وقاب الخوي وسلم عليه وقوم بالعزاء يقول جاسم صدره لانا في عرض المجلس وفي الشايب اني نظر فيه ينظر فيه نظر يعني حاد كأنه عارفني في نهاية المجلس يوم قمت وقام معي الشايب قال انت من قال انت قلت انا فلان بفلان فلان قال ابوك فلان بفلان قلتي والله هذا ابوي قال هذا ابوك كان معي قديم قبل ربعين خمسين سنة حنوية فالعمل وفالدوام ونعم الرجل قامتني على ابوي وينشدني عن امي وعن اخواني وعن اهالي ثم نشدني عن حالي قال بشر ياوليدي ربك عرص قلت لا والله يا عم الله ما بعد عرص تجيب الله نصيد تجي الوظيفة بعدين يجي العرص ان شاء الله وانا يعلم الله اني محتاج هالظرف اللي فيه قليل ولا كثير يقول سلمت عليها وادعت ومشيت يقول لها مركب سيارتي فتحت الظرف لفيها اشرة ثلاث ريال العصر كم تصدقه المية ريال بعد العشاء كم اعطاه الله عز وجل اعطاه الله اشرة ثلاث ريال لذلك العوض من الله ترى جميل والخلف من الله كبير انت لما تصدق تصدق لوجه الله ولا تنظر لشيء لا ترجي وراء شيء انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا لما تعطي العطاء من اجل الله وخوف من الله من اجلك اليوم اللي تقابل الله في يوم المحشر يوم المعاد لما ترفع درجاتك بدعوة المسكين ودعوة الفقير ودعوة اليتيم ودعوة الشيب ودعوة العجوز بهالدرهمات اللي انت انفقتها قليل ولا كثير فيقول مرة المحطة وعبت في زيم وتعشيت وعينت من الله خير وعلمت ان الله لا يخيب من دعاه وان الله عز وجل اذا تعاملت فانت تعامل مع كريم خزائنه ملا لا تنقصها النفق سبحانه وتعالى الله عز وجل ملك عظيم الله عز وجل لو ينفق الليل والنهار الله عز وجل ما تنقص خزائنه سبحانه لها الارض الارضين والسماوات والملائكة والبحار والجبال والاشجار والانهار والانس والجن والحيوانات والجمادات كل شيء تحت ملك الله عز وجل الله قادر أن يبدل حالك من حال مرض إلى حال صحة من حال فقر إلى حال غنى من حال تعاس وكآبة إلى انشراح وفرح لكنك تعامل مع الله وابشر بالخير اسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميع اللي ما يحب ويرضى اللهم اعطي منفقنا خلفة اللهم اعطي منفقنا خلفة اللهم اعطي منفقنا خلفة وجزاكم الله خير الجزاء أهل الجمعية حضروا حتى يطلبونكم فلا تردونهم وهم ما يطلبون لأنفسهم ونحن لا نطلب لأنفسنا ريال واحد ولا نأخذ من الجمعية ريال واحد كل ما تدفعه ثقة تامة أنه يذهب مباشرة إلى الوقف وريعه إلى المستفيدين من يتيب من أرملة من المسكين يخي مبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول القائم على المسكين والأرملة كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر تخيل يعني الله خلقنا لمقصد عظيم وهو عبادته قال وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وأنت في هذا العمل المبارك حياتك كلها طاعة صيام وأحب الأعمال إلى الله الصيام يقول نفس السلام في الحديث القدسي كل عمل ابن عدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه وفي باب الريان يدخل الصائمون يوم القيامة من باب الريان طيب أنا كيف أنا في حياتي الدنيا كيف أنا أعمل أعمال تكسب لي حسنات كثيرة مثل التاجر الآن في الدنيا يتمنى يكون عنده شركة والشركة الآن فروع يوده فروع في الرياض وفروع في جدة وفروع في الدمام وفروع في الخريج يوده بتجارته تكون انترنشنل عالمية وأنت الآن في هذه الدنيا إذا ما استثمرت وقتك وعملك في هذه الدنيا ولا راحت عليك هذه الدنيا يعني نسأل الله السلام يا ليتني قدمت لحياتي فأخي مبارك وش رايك رسالة توجهها للمشاهد حول هذا الحديث القائم على المسكين والأرملة كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر هو شيء أدري رجال الأعمال هو شيء هذا الله يجب للتبرع في الحاجة يتبرع الحاجة اللي سامح تمبها الدولة الله يعزها نعم جمعية مصرحة نعم الجمعية المصرحة الجمعية السليمة حسب التوجيه نعم والناس فيهم خير إن شاء الله ترح أنه في وطن كل لا شك أنا شفت ورجال الأعمال يدعمون ولكن نقول لهم الله يوفقهم وإدعموا الجمعيات اللي سامح تمبها الدولة الله يعزها يا سيد وهذا إن شاء الله واجمن عليهم بيض الله واجه بيض الله واجهك طرح أخي سلمان وش تقول للمشاهد حول هذا الوقف العظيم الآن قيمة 8 مليون وش ترسل لهم رسالة أنت أحد المستفيدين فوش ترسل لهم الرسالة الجميلة منك أول شيء بيض الله واجهك على استراتك يا عبد وعلى طيبة قلوبكم وعلى نيتكم الصافية الله يرضى عليك مثال أن الجمعية قامت بعمل جبار وأول شخص أني استفدت يا سلام وأول شخص أني ظهرت للناس بسبتهم بفضل الله ثم سبتهم نعم تمام؟ فالوقف هذا صادق لك في الدنيا والآخرة قد الله يريد أنكسوه في أيام القادمة أحد يعلم غير ما أحد يعلم لكن صادقة تطفي غضب الرب ويجيب لك الرزق وتخفي لك الشر يا سلام فتصدقوا لو صدق أجر في الدنيا والآخرة يا سلام يا سلام طيب نحن متوجهين قبل أن نتوجه للصلاة كلمة بسيطة أخي مبارك في ختام هذه الحلقة التي صراحة أنتم من كان نورها وإشعالها بالكلمات الطيبة وجمال ما نقلتم وما ذكرتم من